اليوم نشوف كتير مشاهير حياتهم الشخصية موجودة بتفاصيلها على السوشيل ميديا والأمثلة كتيرة بتقولي أنا فايقين وريقين صراحة فايقين وريقين ولا علقانين سريع يعني لك هي السوشيل ميديا كمان حطت بعض الناس يعني لسعت لهم مخهم مثل مين يعني في كتير فنانات يعني مين الفنانة بتقولي درتها السوشيل ميديا يعني أنا عقول ليش عم بتعمل هيك مين درتها السوشيل ميديا بتعتبري أكتر ما فادتها هلأ بقول فادتها أصالة بحس أصالة كتير فادتها يمكن عندها كاركتار بتعرف تشرح وضعها بتعرف تحكي أنا بحسها لازم تكون حتى موزيعي بقدر يتعاطف الجمهور معهم في ناس بقول إنه مش اللي بقلن التغيير لأنه عندهم صورة عندي أنا شخصيا بحبها كتير شو بنا نضال بالعموميات ما بتقطع عن مين عم تحكي شوفي بكل صراحة أنا بموت بنجوة وهي بتعرفني بس مؤخرا الفيديوات اللي عملتها يعني بعض الأغاني اللي بألبومها مش كتير حبات يعني مش هاي نجوة مش هاي نجوة أنا بالنسبة إلي نجوة بعض طاطق أحلى من هيك بس يمكن كان في محاولة للتجديد يعني كاريزما 2023 هي نجوة كرم هي نجوة كرم أليسا مثلا بقيت دايما مثل ما هي كلاسيك وهيدا اللي منحبه وهيدا اللي عم تعطيه وهيدا اللي عم تأذمه ما تغيرت احنا منحبها هيك بتلاقي اليوم لأليسا الصوت الأول بالأغنية الرومانسية؟ عندك شيرين قبل كمان عربيا شيرين شيرين ولبنانيا طبعا إليسا هاا